وتستمر المحرقة طائرات تابعة لنظام الأسد وأخرى روسية تواصل غاراتها الوحشية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدماشق رغم هدنتين إحدهما أمامية والأخرى أعلنتها روسيا لخمس ساعات يوميا ورغم ذلك تخرقها مقاتلاتها على مدار الساعة ورغم صخب الاجتماعات والبيانات في العديد من العواصم الغربية إلا أن المجتمع الدولي فشل حتى اللحظة في وقف نزيف الدم المراق وسط شوارع الغوطة وبين حطام منازلها فموسكو تبدو عازمة على المضي حتى النهاية في دعم نظام الأسد في الغوطة وفي غيرها موقف عبرت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول إن العملية الشاملة في الغوطة الشرقية باتت ضرورية ولا مفر منها وإن روسيا لن تعيق السلطات السورية عن محاربة من وصفتهم بالإرهابيين أما عن مواقف الدول الغربية فلا تتعدى في نظر محللين محاولة إحراج موسكو سياسيا في سياق صراع النفوذ بين الغرب وروسيا من دون رغبة حقيقية في اتخاذ إجراء رادع ضد النظام السوري لوقف انتهاكاته ضد المدنيين في المنطقة المحاصرة منذ أكثر من خمس سنوات رأي يؤكده طلب واشنطن من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة جديدة تكون مدة عملها سنة واحدة للتحقيق وتحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا بينما شدد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنهما لن يتسامحا في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية عمليا فإن الغرب بدى عازفا عن التدخل لإنقاذ المدنيين السوريين في الغوطة رغم كل تلك المجازر بل إنه سينتظر النتائج التي ستصل إليها لجنة التحقيق التي سبقتها لجان ونتائج أكدت استخدام النظام للسلاح الكيميائي منذ 2013 في الغوطة وخان شيخون وغيرهما